السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم وهو تنظيم بيانات وعرضها في جدول إذن درسنا اليوم وهو تنظيم بيانات وعرضها في جدول اوغانساتيون اي بخيزنتاتيون دي دوني دونزان تابلو على بركة الله نبدأ تقديم إذن من خلال هذا الدرس سوف أصنف الأشياء حسب معيار واحد ثم أنظم بيانات وأعرضها في جدول إذن ما هو الهدف من تنظيم ومعالجة البيانات إذن أول هدف يعتبر هو عرض البيانات على شكل جدول ثم حل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدولين وكذلك لتسهيل قراءة وفهم المعلومات انطلاقا من بيانات الجدول نأخذ نشاطا إذن انطلاقا من هذه البطاقة سوف نتعرف على استخدام جموعة من البيانات في جدول إذن سأل الأستاذ بعض التلاميذ القسم عن هوايتهم المفضلة نلاحظ إجابات التلاميذ ثم نملأ الجدول ونكمل إذن لدينا مجموعة تلاميذ كل تلميذ لديه هواية مفضلة نحن سوف نتعرف عن عدد تلاميذ كل هواية كل هواية كم تلميذ يفضلوا نفس الهواية إذن أول هواية لدينا الرياضة إذن عدد تلاميذ الذين يحبون ممارسة الرياضة لدينا اثنان اثنان من التلاميذ يحبون ممارسة الرياضة إذن المسرح هواية المسرح كم عدد تلاميذ أربعة أربعة يحبون ممارسة المسرح نمر إلى الهواية رقم ثلاثة وهي الموسيقى الموسيقى عدد تلاميذ اثنان والرسم واحد إذن من خلال هذه المعطايات أو البيانات التي شكلناها على شكل جدول سوف نجيب على هذه الأسئلة إذن الهواية التي يمارسها أكبر عدد من التلاميذ هي لدينا عدد تلاميذ أربعة إذن أكبر رقم هو أربعة إذن الهواية هي المسرح إذن الهواية هي المسرح نمر للسؤال الموالي الهواية التي يمارسها أصغر عدد هي إذن أصغر عدد لدينا هو رقم واحد إذن هواية الرسم نكتب الرسم نمر إلى تمرين إذن من خلال هذه الوطاقة هذه بيانات عن عدد البيضات التي جمعها سعيد من خمم خممات الدجاج بمزرعة أبيه نحن سوف نقوم بحساب عدد الخمم جيد إذن لدينا عدد البيض 16 بيضة 19 بيضة 20 بيضة ثم 21 بيضة و 22 بيضة إذن نحن سنتعرف على عدد الخمم التي وضعت فيها 16 بيضة إذن كم لدينا من عدد هذه الخمم إذن ثلاث ثلاثة خمم وجد فيها 16 بيضة نمر الآن إلى العدد الموالي 19 بيضة إذن من خلال هذه المعطيات التي لدينا سوف نقوم بحساب كم عدد الخمم التي وجدت فيها 19 بيضة إذن نقوم بالحساب لدينا 1 2 3 4 إذن لدينا 4 خمم نفس الشيء بالنسبة 20 بيضة إذن كم من الخمم التي وجدت فيها 20 بيضة 3 خمم نمر إلى 21 بيضة كذلك 3 خمم والعدد الأخير 22 بيضة كم من مرة مجد 2 مرة تال هنا ينتهي درسنا لليوم في درس لاحق إن شاء الله وشكرا